تنطونا لو نطيكم البيت مكة وديكو قصة الماجينة يا جماعة الخير ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي نفسها قصة القرقعان في دول الخليج والقرقعان يعني بالعرب الفصيح قرة العين في يوم الخامس عشر من هذا الشهر ولد الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين وفي جميع المذاهب كل بني أم يدعون لعصبتهم إلا بن فاطمة فإني أنا أبوهم فكان الناس كل سنة يتهافتون يوم 15 رمضان على دار النبي ويهنئونه بولادتي الحسن ابن علي ابن أبي طالب ويقولون لولاك ما جئنا وصارت منا لولاك ما جئنا زين ما جئنا يا ما جئنا طبعا التحريف يشتغل طلع لي واحد وقال ترى ما جئنا مرة يهودية سمها ما جئنا وشانت بخيرة وما تطل العالم ويجوها يقولون لها ما جئنا يا ما جئنا حلت شيس وطل زين هي يهودية شعدهم يجوها برمضان شون هي هم بتصوم وانا كوي شيس هالفعالة كيفكم بويا أسنا ما راح نريد نقول ليش حرفوها قلينا سك هذه العادة اشتهرة بها العراقيين يوم 14 ليلة 15 لما يتحدث الأطفال ويتجمعون ويهلوا السطوح تطلون لولروح لكن هذول الأطفال الذا كانوا يسووها لمجرد اللعبة والتسلية اليوم جاي يسووها بسبب الحاجة بسبب الحاجة والعازة والمشكلة هذا الوضع اللي احنا عايشين به ارتفاع سعر الدولار وارتفاع المواد الغذائية وبشرك خلنا سولفلك بعد مطالبة باستقطاع ضريبة من الموظف خاف عايزين بعد قد للعالم مش تنتظر بعد وساخت المين ما اعرف مش تنتظرون هسا لحقتهم هسا الموظف اللي تستقطع منه المتقاعد اللي تستقطع منه او الرعاية على الرعاية الاجتماعية اللي تستقطع منه عجيب عجيب يعني هذا الموضوع ايش قد ما نحطش عنه والمشكلة مو بمصطفى الكاظر مو برئيس الوزراع المشكلة بالمطبلين اللي تتلعون بالاعلام وبالقنوات الفضائية اللي ما عدهم لا حياء ولا احترام لا لنفسهم ولا لشعبهم يطلع ويصيح هذه الخطة الاقتصادية اللي ردي ضحي شان اضحي على موت كرشة كل من انا ضحي على موت كنته كل من ادور على كشفية دكتور ما عندي ذاك اليوم ما حد مستشفيات بغداد مات على موت 100 الف ما عدنا 100 الف يطي تأمينات للعملية قبل ما يسوا عملية المصران اعور مات 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 تريدون اقول اسم المستشفى واحد شيء اقول اسم الدكتور اخي عجيب اتحملوا تحملوا تحملوا احنا نضل حق التجارب يا حكومة ايج تجرب يا حكومة ايج تجرب ايه نسأل الله الفرج